تقرير من فلسطين صناعة القصب هذه المهنة القديمة في وادي البذان ما تزال حاضرة رغم الحداثة وما زالت عائلة الهندي تتمسك بها قطع تراثية من خيارات الطبيعة يتم إنتاجها عبر استغلال القصب الذي ينبت على ضفاف الوادي الواقع إلى الشمال الشرقي من مدينة نابلس نتابع من طبيعة بلاده يخلق الفلسطيني مصدر رزقه صنعة الأجداد التي ما تزال تحافظ على رونقها رغم التقدم الصناعي حرف صناعية ورثتها العائلة هنا في وادي الباذان شمال شرق نابلس المحتلة طورت عائلة الهندي مهنتها لتحافظ على مشروع العائلة وتبقي على مصدر رزقها الأول أعواد قصب تراصت معا لتشكل قطعة فريدة نسجتها أياد اعتادت على صناعة الآلاف منها من زمان بك حيات أبوي الله يرحمه بك يبدأ سلال مش هاي الشغل هات بعد ما توفحنا بلاشنا نشتغل في هذا الشغل أنا بجزلنا حوالي 20 سنة 25 سنة بك أخوي الأكبر مني بشتغلها كابلي يعني أنا جديدي بجزل حوالي 10-12 سنة بشتغلها في أكثر من واحد بنشتغلها هنا فيه بجزل حوالي 2-3 والأغلبية بيبدو سلال من هذا الشغل القصب هالختيارية اللي هذا بشتغل وسلال وفيه بجزل 2 أو 3 بنشتغل لحنا هذا الشغل زيهي هذا القصب هو بطلع عنا موجود بشترة يعني في الضفة الغربية كلها في الشغل هون في منطقة البيذان وشغلة مربحة يعني عادية بنعمل يوميتنا بدلا ما روح نشتغل ببرة هون وهون بنشتغل هون في دورنا والحمد لله مصدورة منها الشغل هون أول شي بننزل على الوديال بنقطعه من الواد وبنجيبه بننظفه زي ما شفت هون وبنقصت الكياس اللي بدنا إياه في متر في متر ونوص في مترين الكياس اللي بدنا إياه وبنصير نجدل زي ما شفت نحطها السلك هذا وببلش نجدل فيه لازم واحدة بعد واحدة لازم تربطها يعني بالضل فالتي هذا من هذا النسيج جسمه بننسجه بسلك بدل ما ننسج أخيط ولا أي شيء السلك أكواشي وهذا سلك يمقلب من يعني بيجي مش شيء عادي علي كياس اللي بنعملها بنعمل خمسة متر طول الواحد يعني لازم نوسط طول حد هناك خمسة متر بنعلمها وبنقص تطلع جهاز زي هش وعلى الطلبة بنشتغله يعني اللي بطلبه بنشتغله المهنة القديمة الحديثة والتي يزداد الطلب عليها لتحل بديلا عن مواد التصميم الداخلي داخل المباني أو لتحمي الأسقف من أشاعة الشمس ولأنها بأسعار معقولة لأن القصب المستخدم ينبت بطريقة طبيعية على ضفاف الوادي بوفرة ودون تدخل بشري أكثر أشي ماشي في الثمانة وأربعين لجوة يعني أكثر كمية بتروح منه غاد عندنا هون بمشي بس مش هالكميات يعني مش زي على الثمانة وأربعين جوة فيه ناس بكثير بتيجي تحمله يعني استعماله لا سياج لمعرش زي هيك فيه منه بيعمل الذكورات إنشتغلوا نوع ثاني زي هذا بس مكشر للذكورات جوة يعني في كل مطعم في شغلة زي هيك لمنتزهات كل المنتزهات بيأخذوا منه بيعملهم معرشات عندهم بقايا قصب ملأت المكان وحزم تنتظر دورها لتتخذ شكلها النهائي هذا حكاية بسيطة لحياة عائلة تقضي وقتها كل يوم لتلبي طلبات زبائنها ممن يأتون من كل مكان لشراء هذه التحف الفنية